بدأت شركة تاج الدين المقرب من حزب الله بأعمال الإفراز لحوالي 600 ألف متر من أراضي الدلهمية التابعة لبلدية الدبية وذلك تمهيدا لبناء مئات الوحدات السكنية وهذه المساحة جزء من الأراضي التي بيعت من قبل رجل أعمال روبير معوض بحفنة من الألماس والبالغة 3.530 ألف مترا مربعا علما أن المشروع سيكون كفيلا بإحداث تغيير ديموغرافي خطير للمنطقة لا سيما وأنه لطالما اعتبرت الدبية البلدة المسيحية الأكبر وبوابة الإقريم وشوف وبالتزامن مع بدء الأعمال تتواصل المحاولات لتعديل المخطط التوجهي في البلدية واستبداله بآخر يؤمن لشركة تاج الدين مساحات ومواقع استراتيجية تزيد الأرباح ملايين الدولارات أنه ليه عم تصير هالقصة كل فترة كل جمعتين بنحط الملف ويصوت عليه يعني بيصير فيه شك بالآخر بالموضوع عم نتمنى نحن من الأعضاء البلدية أنه تشتغلوا شوي لمساحة الضيعة ما تشتغلوا لمساحة الغريب مساحة الضيعة بتقول أنه فيه تصنيف عملوا ليد الضيعة للمنطقة حافظوا عليه ما تصيروا راحين ركزين وراء الغريب وتعملوا له البدوية المجلس البلدي الذي سيصوت على تعديل المخطط التوجهي يتكون من 11 عضوا بعد وفاة أحد الأعضاء وكانت الأكثرية ضد التعديل منذ أشهر وحاليا هناك خمسة مع التعديل بمن فيهم رئيس البلدية وخمسة ضد التعديل والضغوط كما يقول الأهالي تتواصل منذ فترة على العضو الحدي عشر لدفعه إلى تبديل موقفه وبالتالي تغيير الموازين داخل المجلس البلدي عبر تأمين الأكثرية لصالح مشروع تاج الدين إنه لمصرين هالإصرار عالتلانين هام يصير فيه ضغط على حدا من هالقضاء بدو يوصل لهدفه بدو يعمل إغراءات بدو يعمل إغراءات هذا الواضح هالا عم بيصير يعني عم نحكوا عم بين حكا أول مرة فكروا يحكوا بعملية تغيير مختار قسم من الدبية عملوها بلدية لحالة هلأ فيه إغراءات مي هيك عم نسمع حسب ما فهمنا آخر مرة أنه فيه شبكة مي عم تمتد أحد المزارع عندنا بالمنطقة الدبية الساعات المقبلة ستوضح لمن ستكون الغلبة في ظل حديث عن مفاجآت قانونية يحضرها الأعضاء المعارضون للتعديل على الرغم من معارضة معظم أهالي الدبية وفعالياتها تستمر المحاولات حثيثة لتعديل المخطط التوجهي الذي وضع عام 1998 وهكذا تقف الدبية وحيدة منذ عدة أشهر بين فكايحوت المال والمخططات المشبوهة فهل يسارع المسؤولون المدنيون والدينيون لإنقاذ ما تبقى من أراضيها أم تراهم سيبكون على الأطلال كما جرت العادة من الدبية نخلع ضيمة أم تيفي